تشرع السجون البحرانية أبوابها أمام الموت المحتم للمعتقلين. غرف الموت التي لا يسلم منها أحد سجلت حالتي استشهاد بأقل من 48 ساعة. بركب الشهادة التحق المعتقل السابق الشاب السيد كاظم عباس السهلاوي بعد صراع مرير مع الورض الذي فتك بجسده خلال سنوات اعتقاله نتيجة الأوضاع الصحية السيئة داخل المعتقلات. الشاب البحراني العشريني ابن منطقة السهلة الشمالية لم يكن يعاني أي تأعراض صحية أثناء اعتقاله عام 2018 إلا أن الأحوال الصحية السيئة داخل المعتقل تسببت بإصابته بمرض السرطان. على امتداد 62 يوما عاش السيد كاظم عباس معاناة الإهمال الطبي وظل يشكو ألاما في معيدته والظهر والأنف. وعلى الرغم من الأعراض الخطيرة التي كان يعانيها كانت إدارة السجن ترفض نقله إلى المستشفى. وبعد أكثر من شهرين تفاقمت حالة الشاب بشكل مخيف ونقل إلى المستشفى العسكري وكشف عن إصابته بورم سرطاني في الرأس. وبعد فترة تم إجراء عملية خطيرة له في المستشفى العسكري أدت إلى فقدانه لبصره وأعيد على هذه الحالة إلى السجن. إلا أن الإدارة بعد أن علمت بأن وضعه الصحي متدهور جدا أفرج عنه وهو بحالة تتزايد معاناة عن الألم الذي أدى إلى وفته. الألم نفسها عانى منها الشهيد حميد الخاتم الذي توفي الجمعة في 31 يناير 2020 بعد صراع مرير مع مرض السرطان في المعيدة. وكان قد أصيب به في السجن حيث كان يقضي حكما لمدة عام بتهمة إهانة الملك عبر تويتر. مئة سجناء المرضى يقبعون خلف زنازين سجن جو المركزي. يعانون أوضاعا مشابهة لما عناه الراحلان خاتم وعباس ما يثير التخوف على حياتهم واستطعنت السلطات بعدم تحسين أوضاعهم وحرمانهم من تلقي أبسط أنواع العلاج.